التعليم هو واحد من القطاعات التي شهدت انهيارا كبيرا إثر انقلاب الميليشيا الحوثية ودخول البلد في حرب شاملة قبل خمس سنوات حيث شهدت العملية التعليمية توقفا إجباريا بعد أن لحقت دمار الكبير عشرات المرافق التعليمية للوضع التعليمي خلال الخمس سنوات عانى الكثير من المشاكل من ضمنه أن كثير من المدارس تم تدميره إضافة إلى النزوح الجماعي لعدد كبير من المدرسين العام المنصرم شهد تحسنا ملحوظا في انتظام العملية التعليمية بفعل انتظام صرف المرتبات وهو من عكس بشكل إيجابي على المستوى التعليمي في محافظة تشهد حصارا خانقا منذ نحو خمس سنوات بداية العام السابق أنه كانت درواتها بقالة منتظمة حتى نهاية شهر 12 لم نستلم الراتب ولا نعرف الأسباب كل واحد يرمي بأخطاءه أو فشله إلى قهات أخرى ونحن نمتظرين فإذا ما قاشر الراتب يحتمل توقف العملية التعليمية بشكل عام قاعات دراسية فارغة هكذا تلخص هذه المشاهد الوضع التعليمي الهش في ريف محافظة تعز مع بدء إضراب المعلمين عن العمل احتجاجا على عدم صرف راتب شهر ديسمبر للعام الماضي توقف العملية التعليمية بسبب الرواتب أدى إلى شلل العملية التعليمية برمتها وفي أكثر المدارس هناك إضراب للمدرسين يروح الطلاب ما يلاقش المدرسين في المدارس نطالب الحكومة بصرف رواية المدرسين كما نطالب المدرسين بأداء العملية التعليمية أو بأداء مهمهم على أكمل وقهه بأمانة بدأ المعلمون مؤخرا إضرابا جزئيا عقبته وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم وفي ظل عدم التجاوب مع مطالبهم سينتقلون إلى الإضراب الكامل وهو ما قد يتسبب بشل الحركة التعليمية كليا عدم التجاوب من قبل السلطات الرسمية مع مطالب المعلمين في صرف مرتباتهم دفعهم إلى البدء بالإضراب الجزئي وهو ما يعني العودة إلى حالة الشلل التي أصابت القطاع التعليمية خلال السنوات الماضية الأمر الذي بات يهدد مستقبل عشرات آلاف الطلبة مقددا فوزي الحمادي قناة بالقيس فعيد